موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدين الكارين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نشرة الأخبار من غلاط النصر 24 والتي نستهلها بالعناوين أهلا بكم منظمة التضامن الوطني للسلام تنظم مؤتمر نقاش حول أهمية السلام والتعايش السلمي حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي الجزيرة مؤهلة لتقديم نموذج للتعايش السلمي المستشارة الألمانية ماركل تحذر من وقوع تجاوزات عنصرية معادية للسامية في ألمانيا كانت هذه الأعناوين وإلى تفاصيل النشرة أهلا بكم نظمة منصة التضامن الوطني للسلام والتعايش السلمي معتمر نقاش حول أهمية السلام والتعايش السلمي والعيش المشترك وترأس المناسبة عمدة الدائرة التاسعة لمدينة أم جمينة محمد صالح بحضور المنصق العام للمنصة عبد الرحمن محمد أبا ورحب عمدة الدائرة التاسعة بمبادرة المنصة التي تهدف إلى رقع النسج الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات الشعب الواحد وحس الشباب على العمل على هذه الرسالة وتوصيلها إلى كافة شرائح المجتمع نظم أبناء الجالية التشادية بالعاصمة السنغالية داكار مسيرة سلمية لأجل السلام والوئام ودعم المجلس العسكري الانتقالي انطلقت المسيرة من ميدان الأمة بالعاصمة السنغالية داكار مرورا بشارع اللواء ديقول وشملت هذه المسيرة مختلفة طبخات الاجتماعية التشادية المهنية وذلك من أجل أن يعم السلام البلاد في الشان السوداني التخت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بالسادة والسيدات القناسل الفقريين لدى السودان لعدة دول إفريقية وأوروبية وأسيوية وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير محمد الشريف ومضراء بعض الإدارات بالوزارة ورحبت الوزيرة بالقناسل الفقريين وعربت عن امتنانها لدورهم في قدمة الوطن ودورهم الاستراتيجي في قدمة العلاقات السنائية وقدمت تنويرا عن دور وزارة الخارجية في ظل السياسات الجديدة المرتكزة على أهداف الفترة الانتقالية والتي توجهت بالاستراتيجية والتوجهات الجديدة لوزارة الخارجية والتي تخدم مصالح سودان الثورة كما قدمت الدكتورة مريم شرحا مفصلا عن نجاح معطمر باريس وأن أهمية تنظيم الاستعداد الداخلي لكافة مفاصل الدولة في الفترة القادمة سيما توحيد الرؤية الداخلية والاستفادة من نتائج مؤتمر باريس ومن جانبهم عرب أساد القناسل الفقريون عن عظيم امتنانهم وترحيبهم بلقاء الوزيرة مهنئين بتوليها منصبها الجديد كما أكدوا حرصهم على تخديم كل ما يدعم تقدم السودان ودفعه وتطوير العلاقات الدبلوماسية لدول التمثيل مع السودان استقبل الدكتور عبدالله عدريس الكنين والي ولاية الجزيرة بقصر الضيافة بمدني القائد من أركم الناوي حاكم إقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان والوفد المرافق له واعلن من ناوي انتقال الحركة من الكفاح المسلح للعمل الميداني وأنها تعمل بتناقم مع جميع الشركاء لإنجاح الفترة الانتقالية والمحافظة على وحدة وسلامة البلاد وأكد أن الجزيرة مؤهلة لتقديم نموذج للتعايش السلمي وأن قضية الكنابي يمكن معاليتها بالحوار والتعايش والاندماج الكل في المجتمع وتعهد بإيصال صوت الجزيرة للمركز خاصة الاستعدادات للموسم الزراعي والصيفي ومن جانبه اعتبر والي الجزيرة زيارة من ناوي للولاية لها بعدها الوطني وعميق استعتبر حركة تحرير السودان من حركات الكفاح التي أسهمت بقدر كبير وفاعل في تغيير النظام المباد وهم شركاء في البناء وتحقيق انتقال سلس وقال أن من ناوي أحد قادة الحوار والتغيير داعيا القائدين عبدالواحد محمد نور وعبدالعزيز الحلو للانقراط في رقب السلام من عجل السودان الجديد والمنشود مؤكدا أن الاستقرار السياسي لا يأتي إلا باكتمال السلام عالميا أعلنت السلطات في جمهورية الكنغو الديمقراطية سكان مدينة قواما في شرق البلاد بمقادرتها إثرى ثوران أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم وطالبت السلطات السكان في المدينة التي يشرف عليها البركان بإخلائها فورا رغم أنها أكدت أن المدينة ليست في قطر وقال وزير الإعلام الكنغولي باتريك أنه تم تفعيل خطة إخلاء المدينة بعد ثوران البركان مما أدى إلى تحول لون السماء إلى الإحمرار الناري وشعور السكان بالزعر في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة حذرت المستشارة الألمانية ميركل من وقوع تجاوزات عنصرية أو معادية للسامية قلال تظاهرات مرتقبة في ألمانيا في نهاية الأسبوع تعييدا للفلسطينيين وقالت ميركل أن الذين يضمرون الكراهية لليهود في الشارع والذين يحرضون على الكراهية العرقية هؤلاء قارج قانونا الأساسي وأكدت المستشارة أن القانون الأساسي يضمن الحق في حرية التعبير وفي تظاهرات سلمية لكنه لا يفسح أي مجال لهجمات على أشخاص من مذهب مختلف ولا للعنف والعنصرية وإنكار الآخر ومع تصاعد العنف في الأسبوعين الماضيين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع قزة جرت تظاهرات عدة في ألمانيا وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار هش بين الطرفين دقل حيزة تنفيذ الجمعة الماضية إلى هنا تكاملت نشرة الأخبار من قناة النصر 24 والتي أعودوا وذكروا بأهم وأبرز ما جاء فيها منظمة التضامن الوطني للسلام تنظم مؤتمر نقاش حول أهمية السلام والتعايش السلمي حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي الجزيرة مؤهلة لتقديم نموذج للتعايش السلمي المستشارة الألمانية ماركل تحذر من وقوع تجاوزات عنصرية معادية للسامية في ألمانيا شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر